السلام عليكم مواطنة سورية نفذت يوم أمس الهجوم الإرهابية بحي تقسيم بالعاصمة التركية إسطنبول هذا الأمر ليضع أبداً المواطنين السوريين موضع شك لكن الكثير منهم لم يتقبلوا بأن تكون الملفذة سورية الأعمال الإرهابية تنفذ من طرف أشخاص يعبرون عن حقلهم وغلهم ونقصهم من خلال كل هذا من خلال تفجير أنفسهم أو قتل أشخاص آخرين أبرياء لكن هذه الأشياء تستحق الدراسة لأن هذا الغلة والحقدة ينتج بسبب التنمر والعنصرية وأحكام القيمة هذا ما رأينا حينما زعم بعض الإخوان السوريين وكذلك بعض الإخوان العرب بأن الملفذة مغربية بالتأكيد اعتماداً على تفاصيل وجهها وبأنهم لم يروا قبل هذا سوريات بنفس الشكل هذا أمر خطير جداً ومشين جداً وللأسف يحدث بيننا نحن العرب لم نتقبل سنة 2001 بأن يكون الأمريكيون غاضبين من العرب بصفة عامة بعد أحداث 11 سبتمبر وأنا كذلك غير راضي عن هذا الأمر وأعتبره عنصرياً لكن تصوروا كيف أننا نعيد نفس الخطأ سنة 2022 فالحذر كل الحذر من أحكام القيمة والأحكام المطلقة والتنمر لأنه في آخر المطاف يعطينا أشخاصاً مرضى نفسيين ويحسون بعقد نقص تجعلهم يفجرون أنفسهم أو يقتلون أناساً أبرياء وتعازي الحارة لكل عائلات ضحايا تفجير إسطنبول ترجمة نانسي قنقر